بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله الأكبر أو صمغ النحل وكما يستخدمها النحل كعلاج له كما ذكرنا فالإنسان يستطيع أن يستخدمها كويقاية وعلاج من الكثير من الأمراض فهي تدعم الخط الدفاع الخاص الموجود في الجسم وتدعم كريات الدم البيضاء بحيث أنها تجعلها أقوى وقادر على مجابهة أي مرض أو فيروس أو بكتيريا ويقول الخبراء أن العكبر موجود منذ أكثر من 54 مليون عام وأنه استخدم من قبل الإنسان لآلاف السنين واستعمل أبو قراط العكبر كمرهم في علاج الجروح والقروح يملك العكبر فوائد كثيرة في شفاء القروح وتخفيف التورمات وتضطرية المناطق القاسية واستعمل العكبر في القرون الوسطى كمادة مضادة للالتهابات وخاصة جوف الفم ومضاد لقلح الأسنان كما استعمل أيضا في علاج الزكام وألام المفاصل ومن إحدى العادات المتبعة في ذلك الحين أن توضع كمية قليلة منهم على سرة المولود الجديد يعتبر عكبر النحل من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية على الإطلاق لذلك زاد التركيز عليه في الآونة الأخيرة وقامت العديد من شركات الأدوية بتعليبه وتقديمه للمستهلكين بسبب زيادة الطلب عليه لعلاج الأمراض المختلفة خصوصا وهو يرفع من درجة مناعة الجسم ضد الإصابة بالعوامل الممرضة ويتميز العكبر أيضا عكبر النحل بأنه مضاد حيوي طبيعي فعال وقوي يمكن مزج كمية من عجينة العكبر مع قليل من العسل أو لغليرسيرين على شكل قطارة صغيرة أو قطارة صغيرة يأخذ منها ثلاث قطرات كل يوم في الصباح ليعمل على تنشيط الجسم وتقوية المناعة بشكل كبير هو مفيد جدا في حالات التهاب البلعوم والقصبات وأيضا في حالات السعال وأمراض الحنجرة ويستعمل أيضا في تطهير المعدة وإزالة الرائحة الكريهة منها حبايبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للإفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم ومثقتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته